اشتركوا في القناة لأن النبي قال له طلقها تطليق لأن أصله في ذلك الحديث لما جاءت للنبي وقالت أكره الكفر بالإيمان فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم في رواية في غير الصحيح قالت أردها وأزيد على ذلك فقال النبي طلقها تطليقها وهذه فيها دلالة على أنه لابد أن يكون علما بالخلق حتى يصح الخلق وأن كان بعض الرعماء قال إذا طلقها القاضي وكانت المسألة في الطلاق على الأذلة الثابتة أمامه صح ذلك وأن كان الصحيح والأحوط والمرجع فيه لابد من الرضا بين الزوجين على المقابل ولابد أن يعلم الزوج بمسألة الخلق ويطلقها تطليقا وعدتها بعد الطلاق بعد الخلق عدتها حيدة واحدة لأن الخلق على الراجح كما قال ابن عباس بأنه فسخ وليس بطلاق يعني لا تعد طلق إذا أراد أن يرجع إليها مرة ثانية بعد انقضاء حيدة واحدة يتقدم خاطبا ويتزوجها ولا تعد طلق من الطلقات التي جعلها الله جل فعلا بالطلقات الثلاث والله تعالى أعلى وأعلم